من جهته دعى رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون القيادات العراقية إلى تحقيق حل سياسي شامل يتضمن الانفتاح على جميع المكونات العراقية وعدم تجاهل أو تهميش أي منها الدبلوماسية الفرنسية الحالية تسير بشكل متسق ومتناسب وعلى أساس نهج ناقشناه مع سيادة الرئيس وليس خيار الواحد ضد الآخر أنا لا أؤيد هذا إن شريكنا هو الدولة العراقية الدولة العراقية هي شريكنا الرئيس الموجود هنا رئيس الوزراء الذي أتكلم معه بالهاتف ونجاح واستقرار الدولة العراقية تمر عن طريق السياسة التي ينفذها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي أي القدرة على إيجاد حل سياسي شامل مع كل مكونات العراق ليس لفرنسا أن تبني دبلوماسية بالارتكاز على أحد المكونات ضد الدولة ذات السيادة أنا لم أفعل ذلك أبداً وهذا ليس الخط الدبلوماسي الذي أؤمن به وكذلك لا أعتقد أن نجاح العراق يمكن أن يتحقق بإهمال إحدى مكونات الشعب العراقي اشتركوا في القناة